مجلس الأخبار أهلا بكم ترأس فخمة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مشترك للحكومة وقيادة السلطات المحلية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسية الاجتماع أمام نتائج لقاءته الرمضانية مع سلطات وقيادات الدولة بما في ذلك رئاسات السلطتين التشريعية والقضائية والتشاور والمصالحة وهيئة المستشارين وقيادة المؤسستين العسكرية والأمنية وشدد فخمة الرئيس على أن الانسجام بين كافة السلطات هو مسار حتمي من أجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة وأحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب والإرهاب كأولوية جماعية واشهد الرئيس بمستوى التحسن في أداء السلطات المركزية والمحلية عاما بعد آخر قائلا أن أي تباين من الأجهزة المركزية والمحافظات سيمثل تحديا كبيرا أمام جهد إعادة بناء وتطوير مؤسسة الدولة وتحسين الاقتصاد الكلي والخدمات المقدمة للمواطنين وأكد فخمته الحاجة لخطط استراتيجية مرحلية وطويلة المدى تحفظ المستويات السلطة أدوارها القانونية لتقييم أداء مؤسسة الدولة على كافة الأصعد وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسنية قيادة السلطات المحلية بمحافظة حضرموت الاهتمام بالمؤسستين العسكرية والأمنية بالمحافظة وإلائها جل الرعاية والعناية نظرا لما يقوم به رجال الجيش والأمن مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار ونعكس ذلك إجابا على جوانب التنمية والاستثمار بحضرموت جاء ذلك في اللقاء العام الأمسية الرمضانية التي أقامت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ووضع عضو مجلس القيادة الرئاسي أمام قيادة السلطة المحلية بحضرموت مقترحا بتشكيل لجنة لتنظيم لقاء موسع يضم كافة شرائح المجتمع ومكوناته للخروج برؤية موحدة تسهم في تجاوز تحديات المرحلة الرهنة وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد بن مبارك بسرعة إصلاح الأضرار التي تعرض لها طريق صبر مغرس ناجي بمحافظة لحج بسبب الأمطار وجريان المياه من ودي حسان والذي أدى إلى الازدحام الشديد وعرقلة سير المركبات وسائل النقل الثقيلة وأكد رئيس الوزراء على وزير الأشغال العامة والطرق مضعفة الجهود للتصريف مئة الأمطار وإعادة فتح الطرقات لتسهيل سير المواطنين ومركباتهم ووسائل النقل الثقيلة رحبت حكومة بلدنا بتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية والهدف إلى زيادة إدخال المساعدة الإنسانية والإغاثية اللازمة إلى قطاع غزة في ظل استمرار المعاناة اليومية وسياسة التجويع الممنهج التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلية وأكدت وزارة الخارجية في بيان أهمية العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل آمن ومستدام وجددت الوزارة دعوتها إلى استمرار الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كشفت ندوة حقوقية أن ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا انفجر 930 منزلا والتي كان أخيرها تفجير 8 منازل على رؤوس ساكنها في مدينة ردع بمحافظة البيضاء وهي الجريمة التي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 35 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء وأوضحت الندوة أن عملية تفجير الميليشيات الحوثية للمنازل هي عملية ممنهجة تأتي مع سلق الإصرار والترصد وأسبقها الكثير من العمليات مثل الاقتحام والنهب جاء ذلك على هامش عمال الدورة الخمسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المقامة بمدينة جنيف السويسرية انتهى المجاز في أمان الله اشتركوا في القناة